ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا ربك اهنوا بخير النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا 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 محتاجة كل الابراج يسمعوا الموضوع ده لانه حقيقة مهم ومحتاجة تعالقكم عليه جدا اول حاجة ابراج لا تهزم يعني ابراج صعبة ابراج قوية جدا ابراج ذكية جدا ابراج قادرة على تحدي بشكل جيد قادرة على ان هي تتعامل مع المواقف الصعبة تتعامل مع الاشخاص الصعبة تتعامل بكوة وتتعامل بحزم قوي جدا سواء القوة والحزم بطريقة دبلوماسية او بطريقة عنيفة من الاخر هما بيكونوا في النتيجة او في الاخر النتيجة ان هما بيكونوا صعب هزيمتها تماما في ابراج بتبقى صعب هزيمتها في الوقت الحالي لان عندهم سرعة بديهة ولكن دي الابراج اللي انا هقولها دلوقتي في ابراج بيبقى عندها صعب انها تهزم فيما بعد احنا ممكن تهزم النهاردة وبكرة تعود وتاخد حقها اه دي ابراج انتقامية نقدر نسميها كده شوية ممكن نسميها كده لكن خلونا في البداية نتكلم على الابراج التي لا تهزم بدون ترتيب اول برج هنتكلم عنه انه هو برج الجوزاء برج الجوزاء صعب جدا يتهزم لانه هو عنده سرعة بديهة قوية جدا بتخليه قادر على الحل وقادر على النقاش في الوقت الحالي لو الامر تطلب الى ذلك كمان عنده عنده رهيب جدا على المنافسة والتحدي قادرين على التحدي بشكل قوي كمان قادرين على ان الدربة اللي تبقى قوية عليهم او قاتلة ليهم هي بتكون دفعة قوية وغير ان هي دفعة قوية هي بتخليهم تقوي ومن الاخر عارفين الدربة اللي ما تقتلش تعلم ولا اللي ما تموتش مش عارف حاجة مثل كده فبرج الجوزاء دايما بيتعامل مع الحاجة القوية هي بتقويه كمان يعني قادر على التحدي بشكل كبير جدا على قوة اللي قدامه بيكون اقوى منه ده برج الجوزاء برج كمان الحمل برج الحمل قادر جدا جدا على الهزيمة انه يهزم انه يهزم اي حد انه هو قادر جدا انه ينجح لانه مغامر وشجاع ودايما بيبقى بيغامر بالمواضيع ويغامر بالمواقف وممكن كمان يوصل لدرجة العنف والعصبية وكمان هو من النوع العصبي جدا فبالتالي هو من النوع اللي ما بيسبش حقه مهما كان برج الحمل من النوع الشديد جدا في التصرف وشديد جدا في التعامل وحتى كمان في وقت اللباقة في الكلام او الوقت اللي يتطلب فيه يكون لبك في الكلام بيكون لبك في الكلام يعني من الاخر صعب انك تهزمه في طريقة كلام صعب انك تهزمه في عصبية صعب انك يعني هتقوى عليه تتعصب عليه هتعصب عليك اكتر هتتكلم معاه بالحكمة هتكلم معك بالحكمة اكتر هتتكلم معاه باي طريقة هو هيكون اقوى منك لانه هو ده اسلوبه في الحياة او اسلوبها في الحياة طبعا انا كلامي للرجل والمرأة كمان برج من الابراج النارية تاني غير برج الحمل هو برج القوس برج القوس من النوع اللي دايما بيكون صعب انه يتهزم برج قادر جدا على التحدي وقادر جدا على المنافسة وقادر جدا على النقاش انه يكون لو حد بيحاول انه هو يتعالق عليه او ان حد هيتعصب يخليك ان انت من عصبيته الشديدة جدا ان انت مش هيبقى عندك طولة بال انك ترد عليه مش معنى كده انه هو جيد في الجدل ولكن هو جيد في انه هو يعلي عليك يعني انت هتعلي عليه لا هو هيعلي عليك اكتر برج القوس كمان من النوع اللي صعب انه هو يتهزم لانه هو ناجح برج بيعشق النجاح برج دايما بيكون عنده طموح عنده دايما تجديد في حياته ومجدد جدا عنده المرح اللي بيخلي الاخرين محبين لي وانه يكون ناجح اجتماعيا فده بالتالي كل الحاجات دي بتديله دفعة قوية انه هو يكون برج لا يهزم برج القوس كمان من حبه لطموح وحبه للحياة هو ما بيفرقش معاه الهزيمة يعني ما بيفرقش معاه انه هو يخسر موضوع او ما يخسرش موضوع يعني فكرة انه هو يبقى مش فارق معاه او يدخل موضوع او يدخل تحدي ومش فارق معاه النتيجة ده في حد ذاته بيخليه انه هو ينجح فبالتالي خلي انه ما يخسرش فيه كتير جدا عشان بس النقطة دي ان الناس تفهمها صح فيه كتير جدا اللي بيخافه من مش بيقولك كده اللي بيخاف من العفريت يطلع له برج القوس من النوع اللي ما بيخافش من النقطة دي فاذا هو مش خاف من حاجة فهم مش هتطلع له هيطلع له انه هو يعني يكسب يعني ما يتهزمش فعشان كده النقطة دي كمان بتقوي جدا جدا برج القوس وتخليه ما يتهزمش كمان من الابراج اللي صعب ان هي تتهزم احنا ما قلناش احنا قلنه من الابراج الهوائية برج الجوزاء لكن فيه برج تاني هو برج الميزان برج الميزان صعب جدا جدا انه يتهزم لانه برج برج التحدي انا بسمي برج الميزان برج التحدي برج ممكن يقابله عقوبات كتير يقابله ناس من نفسنا كتير يقابله حاجات كتير مش كويسة ولكن كل حاجة مش كويسة بتقابله هي بتقوي جدا بتتفعه للأمام جدا كل كلمة ممكن تكون وحشة بيواجهها بتتفعه للأمام جدا كل موقف بيتحداء أو عراقيل بيحاول يكسرها لأنه برج من النوع اللي بيكره الهزيمة ومش بيعمل لها حساب لا بيكرهها يعني ما يحبش الشخص اللي بيتهزم ما يحبش الشخص الضعيف فهو من صفاته أنه شخصية قوية جدا بيبقى قادر على التحدي والمنافسة سواء كانت مع أشخاص أو كانت مع مواقف فبالتالي قادر جدا جدا أنه يتحدى فبالتالي ده بيديله قوة رهيبة جدا خلونا نتكلم على الأبراج الترابية وطبعا لما نتكلم على الأبراج الترابية نتكلم في البرج العزراء برج العزراء من النوع اللي قادر جدا جدا على حاجات كتيرة بتخليه أنه هو صعب أنه يتهزم برج هو عنده حب للمعلومات وحب ليه أنه هو يتدخل فيه التحليل والتفصيل والتطقيق وكل الحاجات دي بتخليه أنه هو صعب أنه يتهزم يعني لما يكون شخص لامم معلومات كتير المفاتش كرامبو فهيبقى عنده القدرة على إلمان بحاجات كتيرة بتخليه صعب أنه هو يقع صعب أنه هو يكون فيه نقطة مش واخد باله منها توقعه في مرة من المرات يعني في العمل هتلاقيهم شخصيات دقيقة جدا فصعب أنه هم يقعوا مع أن مثلا الأبراج الهوائية الجوزاء والميزان دول جهجهونيين يعني ممكن يعملوا أوراق ويوي بس ما ياخدوش بالهم أو تحس أنه هم مش واخدين بالهم لكن هم من النوع اللي واخدين بالهم من كل حاجة أبراج واخد بالها من كل حاجة الأبراج الهوائية لكن برج العزراء ممكن يكون عنده تطقيق وتفصيل وكل الحاجات دي واخدين تبالك أنه هم بيدققوا ويفصلوا ويشوفوا كل الكلام ده على فكرة فيه فرق كبير لنحن نتكلم عن الموضوع ده بعد كده المهم برج العزراء من النوع برضو الحاجة دي بتديله أنه هو صعب أنه يهزم صعب أن حد يمسك عليه ورأى حد أنه هو ينفسه أنه حد أنه هو يستقوى عليه لأنه هو برج قوي وأكتر الحاجات اللي بيرفضها أنه حد يستقوى عليه أو أن حد يتعالى عليه فبالتالي صعب أنه هو يهزم سواء من شخص سواء من موقف سواء كان فيه عمل سواء كان فيه أوراق سواء كان أي حاجة فهو برج صعب أنه هو يتهزم لأنه كمان بيعمل حساب للنقطة دي كويس جدا أنه هو ما يتهزمش من الأبراج برضو الترابية اللي بعد كده برج الجادي برج الجادي برضو صعب جدا جدا أنه أنت تهزمه لأنه فيه شبه كبير من برج العزراء أنه هو قادر على إلمان بالمعلومات ويسأل ويتطقص ويشوف ويحاول ويجرب ويويويوي في نفس الوقت بيبقى عنده إلمان بحاجات كتير جدا جدا تخليه أنه ما يتهزمش ممكن برج الجادي ده على فكرة يتهزم شوية عاطفيا لكن في باقي المواضيع بيبقى صعب جدا أنه يتهزم الأبراج اللي الترابية ممكن تتوجع عاطفيا أو بسميها لو هنتكلم على هزيمة عاطفية فإحنا ممكن نقول أنه هي هزيمة عاطفية لكن غير ذلك اجتماعيا عمليا سواء أي حاجة تانية مديا هم صعب جدا جدا أنه هم يتهزموا فده معروف جدا لأن برج الجادي شبه كبير جدا من برج العزراء وواخد كبير حاجات كتيرة جدا من الأبراج برضو الهوائية اللي هي اللي عنده والحاجات دي كلها فده بيخليه أنه هو صعب أنه يتهزم طب أنا قلت لكم في البداية أنه فيه أبراج بتكون صعب أنها تتهزم في الموقف عندهم سرعة بديهة كل الأبراج اللي احنا اتكلمنا عليها عندها سرعة بديهة يعني قادرين على أنه هم يردوا عليك وقت أنه هم يتصرفوا في أي حاجة بسرعة بديهة فيه أبراج تانية العصبية ممكن تاخدها أو التحدي أو الجدل أو الحاجات دي تاخدها وفي نفس الوقت ما يخدوش حقهم في التوقيت الحالي يخدو حقهم فيما بعد فيه مثلا برج العقرب من الأبراج المائية يعني احنا ما اتكلمناش على الأبراج المائية لأن الأبراج المائية بيكون عندها في الوقت الحالي معين برج العقرب عنده سرعة بديهة في بعض الأحيان لكن في بعض الأحيان التانية بيكون عندهم صعوبة في أنه هما يبقى عندهم سرعة بديهة ممكن ياخدوا الموضوع بصدمة يعني بتصدموا ولكن فيما بعد بيبقى عندهم تفكير قاعدة مع نفسنا نفكر بشكل صحيح نتحدى نقوى ونقوي نفسنا ونرجع بشكل قوي ده نوعا ما من الناس اللي ممكن تسميه انتقام لكن أنا ممكن أسميه انتقام وممكن أسميه أنه هما بيبقوا صعب يتهزموا على الفترة اللي بعد كده يعني ما تأمنش يعني انت انتصرت على برج مثلا العقرب في الوقت الحالي لكن ما تأمنش فيما بعد هو هيحاول أنه ينتصر عليك فبرج ده برج العقرب مثلا كمان برج الأسد برج الأسد من الأبراج النارية الشديدة جدا والقوية جدا اللي ما بتسيبش حقها انت ممكن تكون كسبتوا النهاردة لكن مش هتكسبوا بكرة فده برضو برج الأسد من الأبراج برضو المائية التانية برج السرطان برج غلبان ممكن تستضعفه أو تستغله عاطفيا تضحك عليه يعديلك يسامحك كل الحاجات دي لكن لما يلاقي انك انت بتظلمه او ان يحس ان هو مكسور او محق ومش عارف ياخده هيحاول برضو انه هو يستقوى بس خليته في الآخر خالص لانه برضو مهما كان عاطفته بتتجري فيه ودايما بيسامح يعني انا كده كلمت فيه الموضوع بشكل كامل وعام عايزة منكم التعليقات بقى وكلامكم وردكم على الموضوع ده وتقولوا لي الكلام ده صح ولا لأ بحبكم جدا وبشكركم جدا على دعمكم وعلى كل الحاجات الحلوة وبعتذر انا طولت عليكم قوي ما تنسوش اللايك وشارك في قناة تفعيل الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة